السلام عليكم ورحمة الله رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي اليوم أخواتي فضلت أن ندردش معكم شوية لأن في زمان ديالنا زمان الفتن والمحن والضغوطات النفسية واللينا محتاجين أننا نذكروا بعض وننصحوا بعض ونطبطبوا على بعض خاصة نحن الأمهات وربات البيوت اللي كانت عارضوا بزاف ديال الضغوطات النفسية سواء مع الزوج أو الوليدات أو اللحثة مع المجامع وروتينات الكنس والطبخ والصبين والتنظيف وزيد وزيد ولكن بدون مقابل وبدون حتى كلمة شكر من الناس المحيطين بنا ومع المدة كيتولد عندنا وحد إحساس ديال القنط والملل والحقرة لذلك أخواتي كنصحكم وكنصح نفسي أننا نحبوا هذا العمل الجبار اللي كنقوموا به وكنصدر على كلمة عمل لأن احنا هما الأساس والنواة والركيزة وإحنا هما اللي كنوفروا العائلات ديالنا الجو المناسب باش ينتجوا وينفعل رأسهم وحترموا الجامعة ديالهم لذلك خاصنا نفتخروا بنفسنا وبالعمل ديالنا ونقدموا أحسن ما عندنا ومنسلنا والشغر حتى من أي شخص بل الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى في كل يوم أختي كتفيقي وانتي متفائلة خير وأول حاجة كتقومي بها هي ركعتين صلاة الفجر باش تجدي العلاقة والصيلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى وتشكري على النعم الكتيرة دياله وأولها نعمة الإسلام وتسأليه أنه يبارك لك فيها وما يحرمكش منها تفيقي وليداتك بالابتسامة وتردي معهم أذكار الصباح ومن اللي بغوا يخرجوا من المنزل نذكريهم بأدعية الخروج من المنزل وعلميهم يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ودعي معهم دعوات ديال الخير باشترف عليهم المعنويات ديالهم ومن اللي تبقى يبوحدك في المملكة ديالك نعم أختي المملكة ديالك وانتي الملكة والزوجة الوليدات هما الرعية اللي خاصتك تسهر على راحتهم والأمان ديالهم وتكون مصدر الحب والدفء لهم من اللي تبقى يبوحدك ما تضيعيش وقتك في أعمال البيت اللي ما كتساليش وتنسي راسك خاصي وقت لنفسك مارسي فيه هواياتك قرأي فيه بعض من القرآن الكريم وفسري أو حفظي بعض الآيات قرأي كتاب يفيدك استامعي الإداعات ثقافية باش تنمي معلوماتك اهتمي بنظافتك وبشعرك ولبسي أحسن ما عندك سامعي النوع الموسيقى اللي كيعجبك أولا خرجي التسوق أو زيارة الوالدين والأقارب ولكن من بعد ما تستأذني من زوج ديالك مارسي الرياضة في القاعات الرياضية قرأت موجودة بكثرة وتما قدي تربطي علاقات مع نساء أخرين تحتي معهم وتنشطي معهم وتبادلي معهم بعض الوصفات والشهيوات بتسمي ضحكي ضحكي مع الوليدات الصغار لأنهم كيعطيوا الطاقة الطاقة الإيجابية والفرحة بتاعدي على الناس اللي فيهم كثرة الحزن والتدمر والشكوى واللي احتحج مع عاجباهم فهما غادي يمتصوا منك كل الطاقة الإيجابية وفي المساء من اللي كيرجع الزوج ديالك الوليدات ديالك استقبليهم بحب وقبليهم وضميهم وحمد الله على هاد النعمة وتذكري بالليش حالة من وحدة كتمنى ولو جزء من الحياة اللي انت كتعيشيها وفي الآخير أخواتي كنتمنى أنك لا مي ما يكونش تقيل على قلوبكم وكان قولكم السلام عليكم وكل يوم وأنتن إلى الله أقرب موسيقى موسيقى